أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى عرضنا الرئيسي لهذا المساء خلال القمة المصغرة الإفريقية الأوروبية بباريس العاصمة الفرنسية حول الهجرة غير الشرعية قدم رئيس الجمهورية إدريسا ديبيتنو مؤتمرا صحفيا أكد فيه ضرورة العمل معا والتضامن من أجل وقف ظاهرة هجرة الشباب الأفارقة إلى أوروبا وكذا المشاكل الأمنية التي تعاني منها القارة نستمع إلى ترجمة حديث رئيس الجمهورية بترجمة الحبيب حامد إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لم تكن جديدة والإنسان دائما مهاجر وهذا ما يؤكده تاريخ الإنسانية وإن مشكلة الهجرة غير الشرعية الحالية هي مسؤوليتنا جميعا لأننا نفقد دائما شبابا أفريقي ما بين العمر العشرين وثلاثين سنة في الصحراء أو في البحر الأبيض المتوسط وهذا يؤلم جدا عواطفنا ويفقدنا أهم سواعد شبابية لها دور في تعمير القارة الأفريقية إذن فإن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي كلهم مسؤولون أمام هذه الظاهرة من أجل حلول عاجلة وسريعة ولابد بأن نجد حلا ينهي هذه الأزمة وأن المسائل التي طرحناها بالخصوص هي مسائل جدا غنية وعلى كل منا يضع مساهمته من أجل حل عاجل لهذه المشكلة ونحن جميعا عزمنا بأن نحقفف هذه الفوضى أقصد موت ووفاة هؤلاء الشباب في الصحراء أو في البحر الأبيض المتوسط وهناك مشكلة أساسية وعميقة كما قالت المستشار الألماني أنجلا ماركت ما هو السبب الذي يدعو الشباب الأفريقى إلى الهجرة لأوروبا ويغامرون بقطع السحراء أو البحر الأبيض المتوسط السبب هو الفقر والبطالة وقلة التعليم وكل هذه العوامل لا بد أن تنظر بعين الاعتبار وهذه العوامل يجب أن تناقش في أعلى المستويات وتخص كل الدول الأفريقية وجميع الدول الأوروبية وهذه المشكلة أبو الظاهرة ستكون بلا شك لعنوان الرئيسي في القمة المقبلة لاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في شهر نوفمبر القادم والذي تحتضنه جمهورية ساحل العاج في مدينة أبيجان وهناك قرارات ستتخص من قبل القادة الأفريقى والقادة الأوروبيين وهذه المسائل أيضا متصلة تماما ويمكن أن تكون هي السبب الرئيسي لعدم الأمن في منطقة الساحل وفي جميع بلداننا واجب أن نعمل بجدية من أجل منع هذه الظاهرة والخطة الأساسية ستبقى دائما هي منع الهجرة غير الشرعية وهذا لا يتحقق إلا بالتنمية الحقيقية للقارة الأفريقية وكل الدول الأوروبية مدعوة من أجل المساهمة في خلق فرص عمل للشباب في موطنهم الأصلي وتسهم أيضا الدول الأوروبية في تنمية أفريقيا لأن المهاجرين يوسعون أيضا دائرة الإرهاب لأنهم ضعفاء مقابل مبلغ بسيط فقط يتحولون إلى إرهابين لصالح ما يعرف بالدولة الإسلامية أو داعش أو المجاهدين أو جماعة بوكو حرام وغيرهم وهؤلاء يتوقلون في أوروبا والدليل أن إسبانيا ضربت مؤخرا بعد بوركينفاسو وطالما المشكلة الليبية لن تنتهي ستبقى المسألة معقدة وفي غاية الخطورة ومن أجل الوصول إلى حل نهائي للمشكلة الليبية يجب أن تكون هناك رؤية وعمل موحد بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والعمل أيضا على حل جزري للمشكلة والآن نحن انخرطنا من أجل إيجاد حل شامل لجميع المشاكل من خلال وضع آلية تساعدنا على حل هذه المشاكل العالقة وإحجان بالأمن في الموت في الصحراء والبحر الأبيض المتوسط والمشكلة المهمة ماذا نفعل فيما بعد يجب أن نعمل على التنمية الشاملة ونؤهل الموارد البشرية بقارة الأفريقي وقد تعهد زعماء الأفريقي والأوروبيين المشاركين في القمة المصغرة للهجرة التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس على التصدي لظاهرة الهجرة حيث أكد رئيس الجمهورية إدريس سادابي إتنو بأن هذه الظاهرة لا تحل إلا بالتنمية المستدامة ومحاربة الفقر والبطالة ورقة الزميل رشاد حسن طاها على هامش القمة المصغرة التي احتضنتها العاصمة الفرنسية أثناء الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون على الجهود التي تبذلها كل المنشاد والنيجر دولتين في منطقة الساحل تسعى دائما للنضال من أجل استدباب الأمن بالمنطقة كما تعهد الرئيس الفرنسي بالنضال ضد ظاهرة الهجرة وتدمير كل شبكات المهربين الذين يعبرون الدول الأفريقية نحو السواحل الأوروبية خاصة أولئك الذين يسعون لجعل تشاد والنيجر ممرا لهم مبديا نيته في مساعدة البلدين لمواجهة كل التحديات التي تواجههم وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة والعمل من أجل إعادة إعمار ليبيا فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنون طلب من جانبه نظرائه وكل المعنيين تدخل بكل قواهم في النضال ضد هذه الظاهرة والبحث عن سبل لإعادة الأمن والاستقرار للشعب الليبي وإعمار بلادهم مؤكدا في الوقت نفسه بأن الأسباب الأساسية لهجرة الشباب إلى أوروبا هي الفقر والبطالة ولا تحل إلا بفتح فرص العمل للشباب والاستثمار بكل الأقاليم والعمل من أجل التنمية المستدامة وعضاف فخامته بأنه وأمام هذه الحالة يجب علينا جميعا النضال وتضافر الجهود وأخصي هذه الظاهرة بالجدية مطالبا إدراج أزمة الهجرة في جدول أعمال قمتي الاتحاد الأفريقي والأوروبي من جانبه قال الرئيس الوزراء الأسباني أنه يعمل من أجل عقد قمة في أزمة الهجرة في بلاده في المستقبل القريب كما أسنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الوزراء الإيطالي على جهود فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو والرئيس النيجيري الذي تعهدت بلاده هو الآخر في محاربة الإرهاب بدول الساحل من جانبها أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية دعم الاتحاد الأوروبي للمجموعة الخمسة الساحلية بأكثر من خمسين مليون إيرو للنضال ضد الإرهاب وأخيرا تعهد جميع الأطراف للعمل سويا والسعي من أجل إيجاد حلول لأزمة الهجرة التي بدأت تعرق العالم وبعيد انتهاء القمة عادى ظهر اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو إلى العاصمة أنجمينة قادما من العاصمة الفرنسية باريس وذلك عقب مشاركته بجانب نظرائه الأفارقة في القمة المصغرة المنعقدة بشأن الأمن والهجرة بدولة فرنسا ولدى وصوله إلى العاصمة أنجمينة كان في مقدمة مستقبله بمطار حسن جاموس الدولي معالي رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير وعدد من أعضاء الحكومة ومساعد رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني برئاسة الجمهورية وعمدة بلدية أنجمينة